ممثلة هذه الهيئات والدور التحامل الرئيسي نملح في الأجهال المحددة كل قرارات والتعليق الخاصة بالمستطمرين والتراخيص الخاصة بالمشروع أتلقى مديرية البناء ومديرية البيئة ومديرية الاستغلال على خلاف صندوق ضمان اجتماعي للأجارة أو للغير أجارة كناظ أو كازنوس كله من الصرح المنصة الرقمية طبعاً هذه أيضاً المنصة الرقمية تحقق شافتية أكبر للمستطمرين تتصل بينياً بالأنظمة المعلوماتية للهيئة والإدارة المكلفة في الحمالية الاستثمارية لأنها بحظة لقد قد تكون المستطمرين توفير كل المعلومات الآزمة نسيماً فرص الاستثمار في الجزائر والعرب العقائي والاحتزام والمزايا المنطبطة بالإستثمار والإجراءات التي تساعد إذاً الطابعي يؤدي عن جميع الإجراءات المتصلة بالإستثمار يعني لا تقشلها في الواسطة ضبعاً عن طريق المنصة الرقمية عندها كل صلاحيات لكي يطلع على الإستثمار ويقدر يستفد ويقدم الميلة لدعاه وعندها كما قلناه اللجنة العليا للقعون لتحميه فيها الشهر تشكيل المنصة الرقمية كذلك أداة توجيه ومرافقة في المستثمارات ومتابعتها الثلاثة من تشجيلها وأثناء خطر الإستثمار معناه دعوني على المستثمار تكون مسجلة على مستوى المنصة الرقمية ويمكن متابعة ودعونه سواء في مرحلة الإنشاء أو مرحلة الإستثمار هناك ثلاثة أنظمة تحفيزية التي سطرها على هذا القانون وهو قانون الاستثمار كان النظام القطاعات النظام التحفيزي للقطاعات الأولوية تحددها لجنة العليا للإستثمار والتي تحددنا ما هي